اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى يقدر بسبب غيبي الرفاه لهذا الانسان ولهذا المجتمع نمثل مثالا الآن أنت تأتي مثلا إلى دولة مثل اليابان هذه الدولة فقيرة من حيث المعادن الطبيعية وتستورد غالب المواد الأولية النافط الغاز الحديد وهكذا وهالمجر لا توجد فيها ثروات طبيعية حتى الزراعة محدودة في الرز مثلا وامثال ذلك غالب المواد التي تستهلك في الأكل يستوردونها من الخارج لأن أرضهم ليست صالحة لأنواع مختلفة من الزراعة ولكن تجد اليابان من حيث الاقتصاد ثاني أو ثالث دولة في العالم لماذا؟ لأن النظام الاقتصادي ضمن معادلات أكثرها صحيحة يعني عمل الشعب الياباني شعب عامل يشتغلون ثمان ساعات كاملة في نوع من الديمقراطية والحرية مجال للتطور موجود الناس يطالعون الناس يدرسون النظام الاقتصادي والسياسي في كثير من مفرداته نظام صحيح والنتيجة أن هذا الشعب الذي أرضه فقيرة من الثروات يصبح ثاني أو ثالث اقتصاد عالمي والناس يعيشون في رفاه تأتي إلى بعض البلدان الأخرى مثل بعض البلدان الإسلامية النفطية فيها ثروات طبيعية ما لا يعد ولا يحصى فيها النفط فيها الغاز فيها الأرض الخصبة لأنواع مختلفة من الزراعات شعبها شعب ذكي مثلا ولكن تجد الحروب والفاقر واليوتم والجاهل وما إلى ذلك منتشر والناس في مشاكل الفقراء منتشرون لماذا؟ لأن النظام السياسي النظام الاقتصادي ليس بنظام صحيح والنظام مو فقط قانون يطبع ويوزع على الناس قانون صحيح وتطبيق لذلك القانون أحيانا القانون ما فيه إشكال لكن الناس لا يطبقونه الإسلام لا إشكال فيه لكن المسلمين كثير من الأحيان لا يطبقون تلك القوانين القرآن يقول اعملوا لا يعملون القرآن يقول تعلموا لا يتعلمون القرآن يقول تراحموا لا يتراحمون هو مسلم لكن لا يطبق النظام الصحيح يقول إذا ما طبق النظام الصحيح الله سبحانه وتعالى غيبيا أيضا لا يوفر أسباب الرفاه لهم يقول أنا خليت نظام صرت في ذلك النظام أرتب النتائج ما صرت في تلك النظام لا أرتب النتائج الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه الآية تتضمن السبب الغيبي والسبب الطبيعي يعني إذا أنت آمنت الإيمان شنو هو عقيدة وقول وعمل الإيمان يقتضي منك أن تطبق أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الله ليست في الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط هذا جزء من الدين وأجزاء مهمة لكن أجزاء أخرى من الدين ترتبط بالاقتصاد ترتبط بالاجتماع ترتبط بالنظام السياسي إذا الإنسان آمن قولا وقلبا وعملا هذا النظام الصحيح يسبب أن الله سبحانه وتعالى يرتب النتائج الغيبية أيضا فالسبب الطبيعي تقارن مع السبب الغيبي والنتيجة في الظاهر هي ترتبط بالسبب الطبيعي لكنها في الواقع ترتبط بالسبب الغيبي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اشتركوا في القناة